موسيقى لا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر يتردد كثيرا ان الجن والشياطين لا تقربوا الملح وانها تفر من اي مكان ينثر فيه فلماذا يترى يتردد ذلك الاعتقاد مادة الملح عند نثرها في اركان المكان فانها تحدث اتزازات شديدة بالنسبة لموجة المكان مما يولد نوع من الطاقة التي تحدث التوازن في المكان الذي نثرت فيه وبدورها تقوم بضبط اي موجات سلبية وتحويلها الى ايجابية نافعة وباعتبار ان الجن موجة سالبة او ايونات سلبية من وجهة نظر العلوم الروحانية فانها تؤثر عليه وتؤذيه وتجعله ينفر من المكان وهذا التفسير العلمي لمن يقول باذابة الملح ومسح بلاط المنزل به فانه يحدث الهدوء والسكينة في ارشاء المكان وخاصة الملح الخشن لانه يعمل على تفتيت الطاقة السلبية عند مسح ارضيات المنزل بماء وملح فان كان جن او شيطان فان الملح يؤثر عليه فيهرب فيستقر الحال ويهدأ المنزل وبالتالي فان الملح يحول الطاقات السالبة الى طاقات موجبة نافعة تشعر الانسان بالهدوء والسكينة وخاصة الامراض السالبة الناتجة عن امراض العين والحسد لذلك نشعر بالراحة عند الجلوس امام البحر لان الماء يمتص الطاقة والملح يقوم بتفتيت الطاقة السلبية ولذلك ايضا نجد ان الاستحمام بماء وملح يشعر الجزم بالهدوء والراحة وفي الاخير لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ونشره الى اكبر عدد ممكن من الناس لكي تعم الفائدة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة